دايماً أقولك إنه مصر بتلعب دور شديد الأهمية ولعبة هذا الدور من يمكن من 2014 وحتى هذه اللحظة ولازالت مستمرة فيه إيه هو الدور المهم جداً اللي أنا بأشير إليه دايماً؟ هو تصفير مشاكل المنطقة مصر في خامة الرئيس شايف طول الوقت إنه استقرار المنطقة بالكامل مش بس استقرار مصر استقرار المنطقة بالكامل على اتساعها مش بس كده بل واستقرار كمان وأهمية خلق علاقات استراتيجية رفيعة المستوى كمان مع دول الجوار العربي أو دول الجوار الشرق أوسطي ده هدف رئيسي لدى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ده جزء من الدور الكبير اللي بتلعبه مصر في المنطقة مصر مش بس بلد كبير من حيث التاريخ والحضارة والإرث الثقافي والقوة النعمة أو من حيث أنها صاحبة الجيش الأكبر أو الأقوى مصر أكبر من كده بكتير كمان لأنه مصر هي دائما القادرة على لعب دور الوسيط النزيه الذي لا مصلحة له على الإطلاق سوى الاستقرار العام في المنطقة استقرار عام في المنطقة يعني رخاء لكل المنطقة يعني تقدر تفعل كل الخطوات التي كنا نراها من زمن مش هقولك بعيد ولكن كنا نراها مجرد أحلام أن المنطقة تستقر المنطقة تعمل تحالفات اقتصادية كبرى المنطقة تبدأ تشتغل مع بعضها وهكذا